أربع سنوات مرت منذ الحرب على غزة وعشرات التهديدات بحرب إسرائيلية جديدة على القطاع ولا يزال المجتمع العربي في النقب بدون ملاجئ وأماكن محصنة لحالات الطوارئ بموجب المواصفات الحكومة ملزمة بأن تقوم بتوفير هذه الخدمة للمواطن وأن تقوم ببناء على الأقل ملاجئ جماهرية للناس وليس في البيت الذي يبنى هناك إلزام قانوني بأن يقوم بتوفير ملجأ في كل بيت ولكن الملاجئ الجماهرية التي تحمي الناس بشكل كل الجمهور غير قائمة هناك كان إصابات خطيرة وهناك كانت حالات وفاة نتيجة لهذا الأمر اللي هو تفتقر هذه المناطق أو هذه القرى للملاجئ فعندما لا تتوفر الملاجئ للسكان تكون هناك الكوارث الحرب التي أسمتها إسرائيل عملية الجرف الصامد أصفرت عن مقتل مواطن عربي وإصابة طفلتين من منطقة اللقية نتيجة سقوط صواريخ في النقب ولكن ذلك لم يغير الواقع في السياسة الإسرائيلية التي تميز بصورة صارخة ضد البلدات العربية في الداخل بكل ما يتعلق بسبل الأمان بنطالب الحكومة باعتراف بالقرى وبكل المواطنين الموجودين لأنهم حقهم على الدولة أن تعترف فيهم هذول موجيين من أوروبا ولا استوردوهم موجودين أهل البلاد قبل قيم الدولة إن رادت الدولة وإن ما رادت هذول الناس موجودين ومواطنيين بقي أن نشير أن هذه السياسة لم تمنع من عشرات بدوى النقب من التدرب على عمليات الإنقاذ من أجل تقديم المساعدة لأبناء مجتمعهم شكرا